اشتركوا في القناة اوروبي بحزم اكثر في مواجهة تركيا شركات عالمية تعلق التجارب السريرية على لقاح كورونا والمخاوف تتعاظم من الهجمة القادمة قبل ان نبدأ في ملفات مادر الغد موجز للاخبار مع اريج خليل مساء الخير اريج مساء الخير لزميلي محمد وطابة اوقاتكم مشاهدين اهلا بكم في موجز لأهم الاخبار قرر رئيس لبناني ميشيل عون تأجيل الاستشارات النيابية بشأن اختيار رئيس الوزراء لمدة اسبوع واضحت رئاسة اللبنانية ان قرار التأجيل جاء بناء على طلب قتل النيابية لمواجهة بعض الصعوبات من جانبه رفض رئيس مجلس النواب اللبناني بنبيه بري تأجيل المشاورات ولو ليوم واحد علنت اسرائيل عن جولة ثانية من المحادثات بشأن الحدود البحرية مع اللبنان خلال اسبوعين يتي هذا بينما وصفت الامم المتحدة الجولة الاولى من مفاوضات ترسيم الحدود بالبناء وعقدت هذه الجولة بوساطة امريكية في مقر حدودي لقوة الامم المتحدة اليونيفال في جنوب البلاد نقلت وكالة رويترز عن سفراء بالاتحاد الأوروبي قولهم ان نهج العصى والجزراء الذي اعتمده الاتحاد قبل اسبوعين لنزع فاتل التوتر من تركيا بدأ ينهار كما اشاروا الى وجود انطباعا بان انقرة تتلعب بالاتحاد الأوروبي وذكر سفراء وان اليونان وقبرص ستطرحاني نزاع مع تركيا على قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة اكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ان ايران تهدد امن المنطقة وامن السعودية ونظام التجارة العالمي وفي مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال انطلاق فعاليات الحوار اضف بومبيو ان ميليشيا الحوثي تواصل اطلاق السواريخ باتجاه السعودية بدعم من ايران من جانبه ندد وزير الخارجية السعودي بالانتهاكات التي ترتكبها ايران في المنطقة مؤكدا ان النظام الايراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة واضح انه سيناقش مع نظيره الامريكي سبل ايجاد حل سياسي في اليمن اعلنت وزارة الدفاع الاذربيجانية انها قصفت موقعين قالت انهما يستخدمان لاطلاق السواريخ في ارمينيا لاستهداف مناطق مدنية خلال نزاع في ناغورنو وكارباخ اكدت وزارة الدفاع الارمينية ان مناطق على اراضيها تعرضت للقصف نفية ان تكون قصف او قصفت اذربيجان واضافت انها تحتفظ من الان فصاعدا بحق استهداف اي بنية تحتية او تجهيزات عسكرية على اراضي اذربيجان نهاية مجاز الاخبار مشاهدين والان عودة الى الزميل محمد المغربي وبرنامج مدار الغد اليك محمد شكرا لك اريج نبدأ اول ملفات مدار الغد بتهديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لليونان بانها ستنال من انقرة الرد الذي تستحقه على الارض الغريب في الامر ان التهديد التركي جاء قبل اقل من 24 ساعة فقط من قمة اوروبية قد تبحث اتخاذ موقف اكثر سرامة اتجاه تركيا نتيجة التوترات التي تسبب فيها النظام التركي في شرق المتوسط تهديد جديد من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بقوله ان بلاده ستعطي اليونان الرد الذي تستحقه في شرق المتوسط التهديد التركي جاء غدا تتحدى تركيا للدعوات الدولية بارسال سفينة التنقيب اورويتش رايس الى منطقة متنازع عليها قرب جزيرة كاستلوريزو اليونانية وفيما وصف بانه امعان في تحدي المجتمع الدولي اعلن وزير الطاقة التركي ان السفينة بدأت في تسجيل قراءات في موقعها في شرق المتوسط اتنا من جانبها وصفت الخطوة بانها تصعيد كبير في النزاع مع انقرة على حقوق السيادة البحرية والاحقية في موارد النفط والغاز في المنطقة في الوقت نفسه وصف كل من الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا ارسال السفينة لمهمة البحث عن الغاز بالاستفزازات وحدت انقرة على سحب السفينة بينما حذرت من ان التهديدات والترويع والنشاط العسكري لن ينهي التوترات في شرق المتوسط وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنزع عليها في المنطقة الشهر الماضي بعد طلبات دولية لاتاحة المجال الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الاوروبي بحثت فرض عقوبات على انقرة وما بعد ارسال السفينة التركية من جديد تصاعدت الدعوات اليونانية والاوروبية ببحث عقوبات رادعة ضد سياسات نظام انقرة اذا تصعيد تركي جديد ضد اليونان قبل اقل من 24 ساعة من قمة اوروبية ربما تأخذ موقف اكثر سرامة من التهديدات التركية معنا ضيفانا معنا من اسطنبول طاها عودة اغلو الكاتب والمحلل السياسي ومعنا من بروكسل رمضان ابو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث اهلا بكم ابدأ معك سيد طاها الرئيس اردوغان يقول ان الرد سيأتي من انقرة لليونان على الارض ما هي طبيعة ذلك الرد برأيك اه نعم في بديه مساء الخير لك استاذ محمد وضيفك الكريم والاستاذ المشاهدين اه من دون شك انا اعتقد التصريحات الاخيرة والتطورات الاخيرة اه توحي من دون شك بان التوتر او عودة الى المربع الاول في التوتر الحاصل ما بين انقرة واسنة على الرغم من اجواء التهدئة التي سالت خلال الايام الاخيرة الماضية نعم تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتي صبغة او تصبق القمة سوف تعقد غدا في بروكسل هي تاتي حسب التصريحات التركية والتي صبقتها ايضا تصريحات مهمة جدا من المتحدث باسم الرئاسة كالين وايضا المسؤول في حزب العدالة تشاركي قالت بان تركيا كانت هناك استفزازات من قبل اليونان وان هناك دائما تلويح من قبل اليونان للضغط على الاتحاد الاوروبيل لاتخاص قرارات ضد انقرة على الرغم من ان كان حديث قبل في الايام الاخيرة الماضية عن اجواء من التهدئة ايضا هناك اختار او متعلق بعمليات المسح وايضا متعلق بتدريبات عسكري من قبل اليونان انقرة تقول هي واضحة للغاية وتصريحات الرئيسة تركيا رجال طيب اردوان وكافة المسؤولين بأنها هي لن تكون الطرف الهارب من طولة المفاوضات وهذا ما تبعناه ولاحظناه خلال الفترة الاخيرة الماضية تبعنا ان كان هناك في قمة او في بروكسل على وجه الخصوص تفاهمات ما بين اطرافين وحتى ان الحديث عن اجتماع قريب في اسطنبول لذا نلاحظ ان يعني عودة التهديد بورقة الاتحاد الاوروبي وفرض عقوبات وهذه اللغة استخدمتها اليونان خلال الفترة الخيرة الماضية هذا ازعج انقرة النقطة الاهم وجهة نظري وهي موضوع حقيقة جدير بالوقوف والتوقف عنده هو الموقف الامريكي يعني انقرة قالت ان وقوف الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة الخيرة الماضية كان هو موقف حيادي وهذا حقيقة خدم الملف فيما يتعلق بالتوتر ولكن وقوف واشنطن بشكل يعني انحيازي مع اليونان هو موجهة نظرة تصعيدي ضد انقرة وهذا الذي دفع الاتراك والرئيس التركي للحديث عن هذا الموضوع لان انقرة يعني سوف ترد على اي محاولات تأتي من اليونان ولكن يا سيد طه الرؤساء عندما يتحدثون فكل كلمة لها مغزاها كل كلمة تكون منتقى كل مفردة لها دلالاتها قال الرئيس التركي ان اليونان ستنال الرد الذي تستحقه من انقرة على الارض ما الذي يعني برأيك كلمة على الارض يعني اعتقد بوجه النظر اعتقد تصريحات الرئيس التركي رجل طيب اردوغان هي رسائل الرسائل هي موجهة لدول الاتحاد الاوروبي وايضا كما ذكرت لك اشارت لك قبل قليل الى الولايات المتحدة الامريكية لا تريد نحن تحدثنا سابقا عن ان هناك مواجهة عسكرية هذه مستبعدة على الاطلاق ما بين الطرفين الى حتى هذه اللحظة قلت لك قبل قليل عودة الى المربع الاول يعني عودة الى موضوع الرسائل عودة الى التهديدات وكل طرف هو يهدد لكنها ليست رسالة يا سيد طهر هي ليست رسالة هي تهديد ويحتاجوا الى توضيح طيب يا سيد رمضان الى اي مدى تعتقد ان الجانب الاوروبي في بروكسل انصط الى تلك الرسالة او ذلك التهديد باي يعني معنى فصر ذلك الكلام اليونان ستنال الرد من انقرة الذي تستحقه على الارض السلام الخير لك ولضيفك الكريم واللمشاهدين اهلا بك بروكسل تنظر بغضب شديد تصريحات كل المسؤولين الاطراك وعلى رأسهم الرئيس اردوغان بروكسل فقدت الثقة منذ زمن في كل تصريحات واتفاقات اردوغان الايجابية ولم تعد تثمن حتى سحب السفن قبل القمة السابقة ايجابيا بالعكس بالقيادة الالمانية لهذه الدورة الحالية الاتحاد الاوروبي فضلت او ضغطت باتجاه جعل المجال مفتوحا للحوار خلال ثلاثة اربعة اسابيع القادمة للخروج من ازمة المواجهة والتصعيد قبل فرض العقوبات ولكن يبدو ان تصريحات الرئيس التركي اردوغان حطمت امال المانيا في الحلول عبر الحوار ايضا لا يجب متابعة خطابات اردوغان بخشية كبيرة حيث انه يختار مفردات كبيرة جدا عبر التهديد ولكنه لا يفعل شيئا هو تلقى صفعتنا اليوم عندما رفضت روسيا اشراكه في طاولة حوار يتعلق بحل مشكلة الارمينيا وازربيجان هو فشل ان يكون ضمن الشراكة المتوسطية في شرق المتوسط هو فشل في اقناع او في ايهام الاوروبيين انه لديه ضوءا اخضر امريكيا في التنقيب في شرق المتوسط هو فشل في اقناع الاوروبيين بدعمه بموقف سياسي ضد روسيا في حلب في ادلب هو فشل في ابتزاز اوروبا في الاموال للاجئين وفشل في ادخال اللاجئين مجددا وورقة اللاجئين سقطت منه لم تعد فعالة ضد الاوروبيين الاوروبيون حاولوا ان يصنعوا جسور ثقة مع اردوغان خلال الدورات الماضية وخلال لاشور الماضية ولكن شهدنا سجال اليوم بين شويش اوغلو وزير خارجية التركي وكيف تهجم على وزيرة الخارجية السويدية التي كانت ضيفة في انقرة وكيف ان الوزيرة السويدية كانت توجه الكلام بكل هدوء ولكن بقوة وثبات ان الموقف الاوروبي ما زال موحدا وقويا ويطالب تركيا بصحب قوتها من شمال شرق سوريا تهديدات اردوغان التي يبعثرها يمين يسار لجلب انتباه القادر الاوروبيين هم انتبهوا ان هذا الرجل يكذب كان هناك نوع من الاحترام والثقة ما يبنيها رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل درء اندل خطر هو لا يريد مواجهة مع تركيا كان دائما يسبق الحل الدبلوماسي والحوار مع الاتراك ويزور تركيا ويعود ليقنع القادر الاوروبيين ان هناك ما زال مجالا للحوار مع انقرة ولكن للأسف اليوم حدث ان وزير الخارجية الالماني كان في زيارة لليونان عقب تصريحات الرئيس اردوغان قال عبارة ان تصريحات اردوغان مثيرة للدهشة وتجعل ان الحوار شبه مستحيل هذا الموقف الالماني الاخير اذا تحدثنا ان هذا الموقف الالماني اصبح شبه متطابق مع الموقف الفرنسي واليوناني والقبرصي اذا الموقف الاوروبي ككل سيكون في مواجهة مباشرة مع اردوغان وسياسة اردوغان عفوا سيد رمضان ولكن في المقابل لم نجد من الاتحاد الاوروبي لم نجد من الاوروبيين موقفا واضحا لا اقول صارما بالمناسبة اقول واضحا فقط الموقف الاوروبي يدعو الى التهديئة فقط الموقف الاوروبي يدعو الى الالتزام بالمواثيق كلام فضفاض انما حتى اللحظة ربما الموقف الاوروبي هو من يشجع الرئيس التركي في المقام الاول بان يستمر في سياساته اخي محمد قرار القمة الاوروبية السابقة قبل ايام كان بفرض العقوبات بتفعيل العقوبات ضد تركيا بعد القمة القادمة بشهر ديسمبر الحديد كان شهر ديسمبر غدا وبعد غد هناك قمة ستنائية هناك ضغط دبلوماسي من السفراء الاوروبيين لتفعيل العقوبات الآن ولكن نحن نقرأ القرارات الاوروبية قرارات المجلس الاوروبي الذي يخرج دائما باجماع لم تكن بهذه السرعة وبهذه القوة ولكن عندما يصدر تفعيل العقوبات سوف تعاني تركيا كثيرة هي تعاني الآن بمجرد ما تم التهديد إذا رجعنا للخلف أياما أخي محمد عندما انتهت القمة السابقة وتم الحديث عن حزمة عقوبات سوف تفعل في ديسمبر هبطت العملة التركية مباشرة البورصة بورصة أنقرة تعرضت إلى خسارات يجب أن يفهم المواطن التركي أن أردوغان يراهن باستفزاز أشجار والشريك الاقتصادي الأكبر لتركيا وهو مما سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد التركي والمجتمع التركي ككل هذا ليس جدال ولا يجب ربط المشكلة باليونان وبقبرص وبالتنقيب على الغاز هناك عدد كبير من الملفات الخلافية والصيدانية بين تركيا والمحيط طيب يا سيد طه إذن إلى أي مدى تعتقد أن الرئيس التركي ربما يتحسب لهذه الخطوة أن النظام التركي بشكل عام للرئيس فقط ينتظر هذه العقوبات وعنده سيناريو للتعامل معها إذن يعني أنقرة أكدتها أكثر من مرة وفي مرات سابقة وخاصة قبل القمة التي عقدت في مطلع شهر الماضي بأن أي عقوبة سوف تفرد عليها من قبل الأوروبيين هي سوف يكون الرد من قبل أنقرة بالمسل وخاصة أعتقد كان هي ورقة اللاجئين هذا ما يهدد لم نفهم لم نفهم هذه الجملة سيد طهفا على المقاطعة ولكن عندما قال رئيس أردوغان إذا ما أقرت علينا عقوبات من الاتحاد الأوروبي سنعاملهم بالمثل يعني لم أفهم ذلك التصريح هل سيقر الرئيس التركي عقوبات على الاتحاد الأوروبي لا ليس ليس أرقوبات ليس هناك يجب أن نفهم نقطة بأن هناك مصالح مشتركة ما بين الطرفين يجب أن نفهم نقطة أيضا بأن هناك حالة من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال ضيفك تحدث نعم أن هناك وزير خارجي الألماني هو الذي كان يدير الوساطة واليوم يزور قبرص اليونان ويرفض زيارة تركيا ولكن ألمانيا إلى حتى هذه اللحظة لا تريد التصعيد مع أنكرة هناك علاقات تجارية مصالح تجارية هناك عدد كبير من الدول الأوروبية ألمانيا حافظت خلال الفترة الأخيرة الماضية على احتواء التوتر التركي الفرنسي في المتوسط هذا ما تبعناه هذا كانت هي الخطة التي انتهجتها ألمانيا لذا أنكرة موجود نظر هي إلى حتى هذه اللحظة تعول على أن هناك حالة من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي هذه نقطة نقطة أخرى أعتقد أن أنقرة ترى بأن الاتحاد الأوروبية وأن أي عقوبات سوف تفرضها لن تكون بشكل كبير يعني يتحدثون عن أشخاص يتحدثون عن شركات في عام 2018 كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات قوية نعم انهارت الليرة التركية ولكن لم تتعرض تركيا للإفلاس حاليا تركيا الوضع نعم الوضع اقتصادي ليس بيء الجيد يجب أن نعترف ولكن على كل الأحوال نلاحظ أن تركيا متواجدة في كل الأماكن تفتح جبهات تعديدة في سوريا في العراق في ليبيا حاليا تساعد أزربيجان هذا لا يمنع بأن تركيا حاليا هي تعرضت أو تضررت كثيرا ولكن أعتقد أن حاليا ما يجري وخاصة فيما يتعلق ما بين الأتراك من جهة والأوروبيين من جهة أخرى أنقرة تؤكد وتقول بأن ما يجري حاليا هي تبحث عن حقوقها المتوسط نقطة أخرى هي تؤكد أيضا بأنها هي لن تتهرب من الحوار لاحظنا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية كانت حوارا بناء ما بين تركيا واليونان وحلف الناتو لم يكن هناك حينها سفينة للتنقيب أمام الجزر اليونانية اليونان ترحب كذلك بالحوار لكنها تطلب فقط أن لا يتم التنقيب قبل الحوار هي التنقيب كما أعلنت اليوم تركيا تنقيب وخاصة وصول هذه السفينة هي إلى حتى هذه اللحظة موجودة في الجرب القرية التركي هي تبع تقريبا 15 كيلو عن اليابسة التركية و500 كيلو عن اليونان هذا أعتقد حاليا ما تقوم به التصريحات الردود الفعل اليونانية هي لتفجير الوضع وكما ذكرت لك هي عودة إلى توتر الوضع لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت في هذا الوقت بالذات نحن تحدث بعد اسبوعين أو ثلاثة هناك في انتخابات أمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يتفجر هذا الوضع في هذا الوقت وممكن تريد إنهاء هذا الملف وأعتقد أن الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تضع نقطة على السطر هي دولة كبيرة كقوة الولايات المتحدة الأمريكية تنهي هذا الصراع لاحظنا أن الناتو نعم نجح فيما يتعلق بمنع الصدام ألمانيا نجحت نوعا ما وفشلت في بعض المرات فيما يتعلق بالوساطة خاصة إذا تحدثنا أستاذ محمد عن أن موضوع الجميع يتحدث عن حوار ولكن على ماذا سوف يكون حوار هناك حقيقة نقاط خلافية واسعة وعميقة نحن نتحدث عن عنوين فقط ولا توجد تفاصيل بشكل كبير وأعتقد هذه هي المشكلة الكبيرة إذا نتحدث عن مشكلة أعتقد الأيام المقبلة سوف تكون المشكلة أعمق بكثير إذا تحدثنا عن التفاصيل وعن الخلافات العميقة والطويلة ما بين البلدين منذ عقود طويلة طيب يا سيد رمضان يظهر جليا للجميع أنه ثم تنقساما داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بموقف واضح دعنا نقول أمام السياسات التركية الخارجية في شرق المتوسط لماذا برأيك لماذا الانقسام ومن يدافع عن هذه السياسات داخل الاتحاد أعتقد هذا الكلام كان دقيقا قبل أشهر ولكن استطاع الرئيس أردوغان توحيد الموقف الأوروبي بعدة إجراءات استفزازية قام بها التهديد العلني بفتح الحدود التركية للاجئين أحد أهم العوامل التي أجمع الأوروبيون على مواجهة أردوغان ومن ثم الاعتداء المباشر على المياه الإقليمية التي تعتبر مياه إقليمية أوروبية وتجرؤ أردوغان على الفرص التي منحها الاتحاد الأوروبي عدة مرات عبر الوسيط الألماني جعلت من المواقف من الدول التي كانت ليست بصدد فرض العقوبات أو بمواجهة تركيا أصبحت الآن قريبة إلى المعسكر الفرنسي أعتقد أن الآن هناك يوجد إجماع أوروبي على ضرورة مواجهة سياسة الأردوغانية أوروبا ليست معنية بإفقار أو بإفلاس أو بعقوبات مؤثرة على تركيا لأنها غير معنية بأن يكون جار مائة مليون نسمة يعيش في أزمات لكن السياسة التركية الحالية تجبر الأساس الأوروبيين على إقناع قواعدهم الشعبية والبرلمانية في مواجهة هذا المارق بالنسبة للبرلمان الأوروبي تركيا هي الأسوأ تركيا الحالية في منظوم حقوق الإنسان في كثير من الملفات على مستوى السياسي تركيا هي الدولة الوحيدة التي خادعت وكذبت على الاتحاد الأوروبي في ملفات عديدة مالية وسياسية إذن الاتحاد الأوروبي يبحث عن حسن جوار مع دول الجوار تركيا لم تستطع الحصول على ثقة الجار الروسي ولا حتى الجار الأوروبي ولا الجار العربي هي تعتدي في كل مكان فكيف لها أوروبا أن تعطي فرص أخرى أعطت فرص كبيرة لأن فاتورة المواجهة والحرب هي كبيرة وأوروبا تبتعد عن حلول المواجهة والعسكرية وهذا غير وارد وأنا أتفق مع ضيفك كريم أن الولايات المتحدة الأمريكية لاعب مهم جدا في هذه الأزمة وبيدها كثير من الحلول ولكن هذا لا يعني أن أوروبا عاجزة عن اتخاذ مواقف في الوقت المناسب وبالطريقة التي تراها مناسبة بأقل الأثمان ولكن مؤثرة جدا على الوضع داخل تركيا وعلى مواجهة سياسات الرئيس أردوغان أما بما يتعلق بمطالب تركيا المجهولة أو مطالب اليونان المجهولة اليوم شاهدنا مفاوضات ترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل يعني بين حزب الله وإسرائيل بنوافقة إيرانية وهناك عداء كبير كما نعلم معلنا بين حزب الله وإسرائيل فعندما يقومون بترسيم حدود بحرية وبرية يمكن لليونان وتركيا الذهاب إلى محاكم أو لجان التحكيم الدولية لترسيم الحدود أو المياه البحرية ليست خبيرا في هذه الأمور الاقتصادية حول الغاز والنفط والطاقة ولكن التصريحات الاستفزازية والتهديدات المتكررة للمسؤولين الأتراك وخاصة عندما يتم الأمر على لسان رئيس التركي أردوغان التهديد بهذه اللهجة هو يفهم وكأنه يستفز الكل الأوروبي ويستطيع دائما يستخدم الرئيس أردوغان للأسف خطابا قوميا ممزوجا بالدين هو استخدم الدين والقومية في استعداء لتوحيد جبهة الداخلية ولكن هو في المقابل يؤثر على 40 مليون مسلم يعيشون في أوروبا من خلال تصريحاته الغبية طيب يا سيد رمضان القادة الأوروبيون بعد ساعات سيجتمعون سيندلون في أكثر من نقطة من ربما يكون على جدول أعمالهم هذه التطورات ما بين تركيا واليونان وفي شرق المتوسط تحديدا هل نتوقع ربما يعني ردا أقوى هذه المرة هل نتوقع موقفا واضحا دعنا نقول أنا أعتقد أن القادة الأوروبيون سوف يأجلون تفعيل العقوبات إلى ديسمبر لسببان السبب الأول إعطاء فرصة أخرى للحوار وهذا المطلب ألماني لازال قائما والسبب الثاني انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية وهذا أمر هام للطرفين حيث سوف تسهل مهمة الاتحاد الأوروبي وسوف تسهل مأمورية أردوغان بما يقوم فيه بشارك المتوسط سوف تتضح الصورة كما لا يمكن لأوروبا اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤثر عليها نتائج الانتخابات الأمريكية بعد ثلاث أسابيع ولكن سوف يكون هناك خطابا شديد اللهجة وموجه بدقة وسوف يفهمه أردوغان وأردوغان الآن يلعب في الوقت الأخير قبل الانتخابات الأمريكية يستفيد من عامل الوقت ولكن لن يستفيد كثيرا أعتقد أن الأوروبيون قد وحدوا صفوفهم في ضرورة مواجهة التعنت والصلاف أذكر أخي محمد بكلمة أن القمة الأوروبية الأخيرة خرجت فقط بنقطة واحدة طالبت تركيا بوقف الاستفزازات نقطة طيب يا سيد طه هل يقوم الرئيس التركيا حاليا برفع سقف التهديدات بمعنى أنه يلوح الأوروبيين بأنه ممكن أن يوجه ضربة عسكرية إلى اليونان هكذا جاء في تصريحه عندما قال على الأرض وفي المقابل هو يريد فقط أن يستمر في تنقيبه يعني يأخذ منهم ما يرضي ويخيفهم بشيء لن يقدم علي يعني أنا لا أتوقع أن تقدم أنقرة على هذه مثل هذه الخطوة تحدث قبل قليل أن هناك أنقرة وافقت وجلست على الطاولة مع حلف الناتو من أجل منع الصدام بين الجانبين ولكن أعيد وأكرر أن ما تقوم به تركيا هو توجيه رسائل لإتحاد أوروبي قمة الغد هي موجود فيها موطوع تركيا وهو اليونان ولكن من هذه الرسائل هناك أنقرة تقول بأن هناك استفزازات وأنها خطوات من قبل اليونان هي ترد على أي خطوة تقوم بها اليونان أيضا كما ذكرت لك أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط أزعج الأتراك فيما يتعلق بموضوع يعني حاليا دخولها بجانب اليونان ووقفها بجانب اليونان وتوجيه رسائل إلى تركيا تركيا كانت تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف على الحياد أنقرة تعي تماما والجميع يعي تماما بأن حاليا ما يحدث الآن وخاصة الأوروبيين الأوروبيين حاليا نتحدث عن ملف الليبي حاليا وصلنا إلى مرحلة متقدمة في المحادسات التي تجري في القاهرة وأجارة المغرب والأيام المقبلة في تونس الموضوع هناك الصراع في أزربيجان وأرمينيا أيضا مهم جدا بالنسبة للأوروبيين خاصة إذا تحدثنا عن موضوع خطوط الطاقة لذا أعتقد أن أوروبا حاليا كما أتفق مع ضيفك هي لا تريد حاليا أن يكون هناك تصعيد خاصة في الظل يعني ازدحام الملفات في المنطقة أعتقد أن الأمور هي بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية وأعتقد في ديسمبر المقبلة هي سوف تتضح الصورة بشكل أوسع وأن تكون هي هذه الأيام أو الفترة المقبلة فرصة للحوار لكلا الجانبين طيب يا سيد طاه إلى أي مدى تعتقد أن الداخل التركي يعني النخبة دعنا نقول في داخل تركيا تثق في هذه الخطوات التي يقدم عليها الرئيس رجل طيب أردوغان هو بات يعاد الجميع في نفس الوقت يعني لن أكون سودويا وأقول لك أذكر دولة صديقة حاليا لهذا النظام نعم أنا أتفق معك أن هناك مشاكل عديدة مع عدد كبير من الدول خاصة الجيران دول عربية ولكن تركيا وخاصة القدر الترك يتحدثون عن أن تقوم به حاليا هي من أجل مصالح تركيا خاصة إن كانت فيما يتعلق بالمتوسط أو فيما يتعلق موضوع حاليا أزهر البيجان لذلك نلاحظ أن هناك دعم والشعب التركي والشارع التركي هو بانتظار تصوره بانتظار النتائج وتعلم تركيا هنا دولة دموقراطية وتجري فيها انتخابات وأي خطأ يرتكب من القادة هي سوف تترجم في أي انتخابات قادمة كما تعلمنا تركيا في عام 2023 واحتمال يكون قبل انتخابات وهذه سوف تكون لها انعكسات على النخبة أو الحزب الحاكم أو الذي يقود تركيا لذا أعتقد أن الحكومة التركية هي تعي تمام ما تقوم به وهي أقنعت الشعب والشارع التركي بأن هذه الخطوات التي أقدمت عليها هي من أجل مصلحة تركيا تركيا الحاضر وتركيا المستقبل سؤال الأخير يا سيد رمضان لماذا حتى اللحظة لم يقدم الاتحاد الأوروبي على إلزام تركيا بشيء ولو حتى عبر مجلس الأمن عبر الجمعية عبر الأمم المتحدة مثلا يعني أو حتى ينسق مع النتو لإلزامها بشيء لماذا حتى اللحظة تحذير وحث على الحوار ودعوة للتهدئة الاتحاد الأوروبي كأكبر تكتل الاقتصادي يعي جدا أن التنمية والاستقرار مبني على الابتعاد عن الأزمات أيضا هناك سياسة ضبط النفس لدى الأوروبيين لا يوجد هناك تهور في القرارات السياسية وخاصة أن القطر التركي ليس قطرا داهما يؤثر أو يؤثر على وجود أو على استقرار وأمن أوروبا هم يعتبرون أن هذا التركي يحاول أن يزعجهم لذلك كانت القرارات الأوروبية ووقف الإزعاجات ووقف الاستفزازات التركية لم تصل كل ما قام به أردوغان من خطابات حتى أريد أن أعود إلى خطابه اليوم التهديدي أنا من وجهة نظري أضعه في خانة الاستهلاك المحلي كمثل خطاباته العديدة أمام قواعده الشعبية التي لا علاقة لها في الواقع ولا يمكن أن أضعها أن يختلف مع دكتور طه أوبلا عندك في الستيديو أن خطاب اليوم لا يرقى حتى ليكون رسائل هو للاستهلاك المحلي الداخلي في تركيا ماذا سيفعل؟ سوف يعيد إحدى السفن لتنقب هذا هو الرد على الأرض هذا أقصى ما يقوم به هذا الرجل تعود على الكذب على شعبه ولكن تعود على التراجع في كل مرة يهدد ويعلص صوت بالتهديد كان يتراجع وشهدنا ذلك أمام روسيا أمام مصر أمام الاتحاد الأوروبي سابقا أمام الولايات المتحدة هذا رجل يكذب على شعبه ويتراجع أمام الآخرين سيد رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل للدولي للبحوث من بروكسل وسيد طاها عودة أغلو الكاتب والمحل السياسي من إسطنبول شكرا جزيلا لكما ما زلنا وإياكم في مدار الغد وفي ملفاتنا أيضا ولكن بعد قليل شركات عالمية تعلق التجارب السريرية على لقاح الكورونا والمخاوف تتعاظم من الهجمة القادمة أهلا بكم من جديد في مدار الغد منذ تفشي فيروس كورونا والعالم أجمع ينتظر لحظة اكتشاف لقاح ينجيه من الجائحة الشركات المتخصصة أعلنت أن الوصول إلى لقاح ناجع سيحتاج على الأقل لاثنى عشر شهرا لكن الأبحاث الطبية تعرضت لنكسة قوية مع إعلان أكثر من شركة تعليق تجاربها ما زاد المخاوف من الهجمة القادمة لفيروس كورونا في ظل عجز علمي عن اكتشاف أي لقاح معنا ضيفانا معنا من مدينة أوهايو الأمريكية دكتور هافال سعدالة المتخصص في الأمراض الصدرية والعناية المركزة ومعنا من بيروت دكتور محمود حلبلب أستاذ علم الفيروسات أهلا بكم فقط في البداية اسمحا لنا أن نستعرض بعض النماذج في هذه النكسات التي تعرضت لها الشركات للتبحث عن اللقاح والسؤال الآن والسؤال الأهم ربما هو هل اقترب العلماء بالفعل من إنتاج لقاح يحمل جنس البشرية من فيروس كورونا يعني بين الحين والآخر تعلن بعض شركات الأدوية أمل الوصول إلى اللقاح لكنها صرعان ما تسحب هذا الأمل مرة أخرى فمثلا شركة إيلاي ليلي الأمريكية لصناعة الأدوية هي آخر الشركات التي أعلنت وقف التجارب السريرية التي تمولها الحكومة لعلاج كوفيد تسعة عشر والسبب المعلن مخاوف تتعلق بالسلامة العامة لكن التعليق عقار إيلاي ليلي لم يكن أول الأخبار السيئة فشركة جونسون أند جونسون صاحبة اللقاح الذي تنتظره الولايات المتحدة وينتظره للتحاد الأوروبي هي الأخرى علقت التجارب السريرية بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض غير مبرر حسب وصف الشركة وقبل شهر تقريبا أعلنت شركة أسترا زينيكا البريطانية تعليق تجارب اللقاح الذي تعمل عليه بالتعاون مع جامعة أكسفورد في أمريكا واستجدل واسع وتساؤلات كبيرة بسبب ظهور عرض لمرض عصبي خطير غير مفسر على أحد المتطوعين المشاركين في هذه التجارب ومع تضاؤل الفرص في الغرب تروج روسيا ومنذ فترة لفعالية أول لقاح في العالم ضد كورونا والذي أطلق عليه اسم سبوتنيك V غير أن اللقاح الروسي يثير شكوكا جمة لأن الأبحاث الطبية التي اعتمد عليها لم تنشر حتى الآن فضلا عن أن تطويره تم بسرعة قياسية والتجارب العلمية المرتبطة به لم تشمل رسميا حتى اللحظة سوى العشرات من المتطوعين طيب السؤال يا دكتور محمود ضيفنا من بيروت هل ذلك منطقي أن يعجز العلم عن الوصول إلى لقاح رغم مرور تقريبا 11 شهرا على تصنيفه للخريطة الجنية للفيروس مساء الخير أستاذ محمد أهل وضيفك الكريم والسادة المشاهدين للحقيقة أنا متفائل نوعا ما العمل على اللقاح لا مثيل له لدينا عدة لقاحات الآن بالمئات من اللقاحات اليوم موجودة في العالم والدراسات تبين أنها فعالة وسنصل في نهاية المطاف إلى لقاح فعال وآمن ويحدث مناعه ولكن الوقت هو العدو الآن لأنه كلما أوقفت هذه الشركات التجارب كلما تأخرنا في استحداث لقاح وبنفس الوقت طبعا إيقاف اللقاح والشفافية عند هذه الشركات مهمة جدا وهذا روتيني هذا ما يحصل تاريخيا في كل اللقاحات وكل الأدوية إن كان هناك أي عوارد جانبية يتوقف اللقاح الدراسة تتوقف لدراسة ماذا يحدث في مشكلة اليوم جونسون عن جونسون حتى الآن لا نعلم من الشخص الذي لديه عوارد كما نعلم المجموعة الآن مقسومة إلى قسمين قسم الذي يأخذ اللقاح الوهمي وقسم آخر يأخذ اللقاح الحقيقي حتى الآن لم يصدر تقرير إن كان الشخص الذي عانى من هذه الأمراض أو العوارد هل هو الشخص الذي أخذ اللقاح الحقيقي أم اللقاح الوهمي ولكن هذا كما ذكرت إنه شيء مطمئن لأنه الأمانة والفعالية مهمة جدا جدا الشيء الضروري أن نقوله عن جونسون عن جونسون لقاح جونسون عن جونسون أنه يتطلب جرعة واحدة فقط لإحداث مناعة عند الأشخاص وبالتالي هم سريعين باقي معظم اللقاحات نحتاج المتقدمة في الأبحاث طبعا نحتاج إلى جرعتين وبالتالي التأخير يكون أكثر ولكن جرعة واحدة مما يسرع في استحداث اللقاح ولكن لدينا مشاكل أمامنا طبعا وهناك تأخير لا شك باستحداث اللقاح يجب أن نكون حريصين جدا جدا لأن اللقاح في نهاية المطاف سيعطى لمليارات الأشخاص لإحداث مناعة القطيع باستعمال هذا اللقاح وبالتالي يجب أن يكون آمن قبل إعطائه لمليارات الأشخاص وإلا نحن أمام كارثة إنسانية يا دكتور هافال ضيفنا من أهايو يعني أرجو أن تبسط لنا الأمور يعني بعلمك الطبي ماذا يعني هذا الأمر طبيا أو علميا عندما تقول إلايليلي إن أحد المتطوعين على هذه التجارب السريرية أصيب بمرض غير مفسر يعني تحتها مئة خط غير مفسر وعندما تتحدث شركة ضخمة مثل جونسون أن جونسون وتقول إن أحد المتطوعين أصيب بمرض عصبي خطير هل يعني ذلك الرجوع إلى نقطة الصفر لا كلا أعتقد ضيفنا الكريم يعني شرحها بشكل كلش يعني جميل هو الأمانة يعني لازم يكون السيفتي أهم شي يعني مو مثل ما يسويها روسيا في الوقت الحاضر ما نعرف أي شي أما يعني إجابة على سؤالك هو المهم نحن لا نعرف يمكن يكون صدفة يعني وبالتاريخ الصير يعني والكورونا هو مو أول فيروس يطلع به الفاكسين تاريخيا وهذا أسرع الفاكسين لحد الآن يعني يطلع وحتى طريقة اللقاح يعني هذا الفايروس يختلف عن طريقة اللقاحات اللي كنا نستعملها أو طريقة الإجابة يعني مثلا Johnson & Johnson يختلف عن أوكسفورد والأكسفورد يختلف عن الروسي ويمكن يكون صدفة يمكن يكون ما لها أي علاقة ولكن الشفافية والأمانة هي أهم شيء كما قالنا لنا ضيفنا الكريم من بيروت ولهذا مهم جدا والأسترزينيكا والJohnson & Johnson اللي اللي يأخذون المواقف الصحيحة بوقت التجربة لحد العنة واللقاح ورجوع إلى النقطة البداية طيب يا دكتور محمود ما الذي تعني حتى اللحظة أن سبوتنك V اللقاح الروسي ليس لديه أوراق ليس لديه أبحاث منشورة ليس لديه آلية كشفة عنها حتى الوصول إليه علميا ما الذي يعنيه ذلك سبوتنك سبوتنك خمسة للأسف لم ينشر معلومات كثيرة هناك باحث نشر في مجلة لانسيت الطبية منذ حوالي أربع أسابيع تقريبا ولم يكن هناك أي دراسات أو أي أبحاث أخرى ما يجب أن أقوله هنا أن هذا اللقاح يجب أن يكون مدروس بطريقة مهمة جدا وأبحاث كثيرة لتفادي أي ردة فعل للأشخاص طبعا وبالتالي وجود لقاح الروسي حتى الآن سجل فقط في روسيا لم يسجل مثلا في الهيئة الخاصة في الولايات المتحدة وغيرها وعثيلها فقط محليا مسجل وبالتالي لا نعلم الكثير من ناحية السلامة لهذا اللقاح ولكن أعلم أنه شبيه جدا التقنية التي استعملت شبيهة بلقاح أوكسفورد لقاح أوكسفورد عمل عليه عدة سنوات حتى الآن فريق أوكسفورد كان يعمل على هذا هذه التقنية منذ عدة سنوات منذ ظهور مارس في المملكة العربية السعودية ولديهم خبرة طويلة في هذا اللقاح أما في روسيا طبعا ظهوره بعد بضعة أشهر يجب أن نكون حريصين جدا قبل أن نعتمد هكذا لقاح وأن يكون معتمد من كل الدول طبعا أو الهيئات الصحة العالمية وغيرها طيب يا دكتور هافال منذ ظهر كورونا في بداياتي عشرين عشرين عاشت الكرة الأرضية رعبا لم تعيشه من قبل يعني رعب الجميع من الجميع خشي المريض من الطبيب وخشي الطبيب من المريض يعني ربما هذه الحالة لم نشهدها كبشر يعني الآن هناك التخوفات من أن كورونا لم يهدأ من أن كورونا لم ينتهي بل يجهز نفسه لهجمة قادمة ما تقييمك للأمر هل بالفعل سيجهز علينا مرة أخرى نعم يعني هذا الفيروس بصراحة يعني نستغرب منه بكل فترة يطلع لدينا أعراض جديدة لأنه لا نعرف هذا الفيروس بشكل جيد وكل ما نعمله نقارنه بالفيروسات الأخرى من العائلة التاجية ولكنه بشكل واضح إنه أكثر فتكا ونسبة الوافيات أكثر ولكن إذا رجعنا إلى الفيروس الإسباني وإلى التاريخ لم يكن لدينا السوشيال ميديا لم يكن لدينا يعني التلفزيونات والهاي فلهذا أصبح بشكل مرعب ولكن الآن نراه بأن هو الفيروس يعني ينتشر بسرعة ولكنه الكثير من الناس أكثر من 80% من المرضى يعني مثل الفيروس أي فيروس ثاني ولا يكون لديهم أي يعني وفيات فهذا شيء أعتقد السوشيال ميديا وأعتقد يعني بالنسبة اللي صارت بإيطاليا واللي صارت بالنيويورك يعني أرعبت الناس حتى بالمستشفى لدينا يعني من البداية كان نرعب مثل ما تفضلت ولكنه نرى الآن بأن الأعراض تختلف ولكن يعني نرى بأنه نفس الوقت التجارب واللقاحات يعني هناك أكثر من مئة تاثين لقاح لحد الآن والنقطة المهمة أعتقد المسألة السياسية دخلت مع الألم وهذه نقطة مهمة جدا ومع الأسف يعني روسيا التي يعملها الآن باللقاح يمكن حتى مثل ما يسمون يعني أمام الناس ما عرف نيتهم ولكن خطيرة جدا الخطوات التي يعملون بها فعلى سبيل المثال يعني كل المرضى المطوعين بالروسيا كانوا من الجنود يعني فهذول يعني ابنة الرئيس فلاديمير بوتين تناولت جرعة من اللقاح بس هذا لا يغدم نفسه يعني هذا معلم هذا أي واحد يأخذ أي فاكسين يعني يقول لك بأنه أخذت الفاكسين ما صار شي بيا يعني هذا معلم هذا طيب يا دكتور محمود تحدث الدكتور هافال عن دخول السياسة على الخط لم يعد الأمر مواجهة وباء بل دخلت السياسة على الخط وهنا السؤال لا أدل إذا كان لديك إجابة حقيقة الأمر إنما أسمح لي فقط بالسؤال يعني من المخجل أن تتصارع الدول على حساب أرواح المواطنين البشر يعني حتى تجني أرباحا أو حتى تبني مواقف سياسية هي التي تنقذ العالم كما أفلام هوليوود يعني إنما ألا تستطيع منظمة الصحة العالمية أن تلزم الجميع بالتعاون ألا تستطيع هذه المنظمة الدولية الأممية أن تجعل الجميع يبحث عن مصلحة جنس البشر ولا بعيدا عن مصالح سياسية أو اقتصادية سؤال مهم جدا للحقيقة وهنا لك خطر كبير جدا إن تدخلت السياسة في العلم لأنه في العلم دائما واحد زائد واحد يساوي اثنين بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية للأسف غير قادرة كما رأينا في روسيا مثلا أعلنت أنه أول لقاح سبوتنيك فايف أو خمسة التي سجلوا في روسيا اعتمدوا كأول لقاح التعمل في العالم ولم تقدر طبعا منظمة الصحة العالمية من منعه للأسف عندما تتدخل السياسة نصبح في مأزق ومأزق اليوم لا حدود له هناك خطر كبير على البشرية نعلم اليوم الكثير عن هذا الفيروس فيجب التركيز الآن أنا برأي الخاص التركيز الآن هو التعايش مع هذا الفيروس والتقيد بالوقاية والتعليمات الخاصة والمناسبة إلى أن يكون هناك لقاح آمن وفعال وهذه هي الطريقة الوحيدة اليوم نعلم الكثير كيف ينتقل الفيروس كيف نتخلص منه كيف نتفاداه اليابان دراسة جديدة جدا منذ عدة أيام تشير إلى أن الفيروس يعيش على جلد الإنسان لفترة تسع ساعات وإن كان هناك مخاط ناتج عن السعال أو العطس يزيد من بقاء الفيروس ل11 ساعة على جلد الإنسان وغسيل هذا الجلد ب15 ثانية بالكحول يقضي على الفيروس تماما فهناك عدة طرق وستراتيجيات ممكن أن نتبعها لنتعايش مع هذا الفيروس لبناء جسر الهوى الآن إلى أن نصل إلى لقاح أو عقار فعال لهذا الفيروس ولا ننسى أننا الآن قادمين على فصل البرد وهذه خطورة كبيرة الآن وجود الإنفلونزا وفيروس كورونا الفيروسات الاثنين كلاهما ممكن أن يصيب الإنسان في شخص في آن واحد أو حتى لو الإنفلونزا أصابت شخص لو ستضعف مناعة هذا الشخص ويصبح عرض لفيروس كورونا إذن مثلا أخذ لقاح الإنفلونزا اليوم هو من أهم الخطوات التي لازم تأخذها كل الدول لحماية مهزم الأشخاص للحد من الإنفلونزا ولا ننسى غسل اليدين لبس الكمامة أخذ اللقاح تباعد الاجتماعي هذا لن يخفف فقط من انتشار فيروس كورونا وإنما يخفف أيضا من انتشار الإنفلونزا وبالتالي نخفف العبء عن الكادر الطبي لتعامل مع هذا الفيروس طيب يا دكتور هافال إذا ما قرر كورونا كما تفضل دكتور محمود في المرة في السنة الحالية يعني ضرب كورونا العالم في نهايات فصل البرد في شهر يعني ديسامبر تقريبا هذه المرة هو ينتظرون منذ البداية يعني منذ مارس هو ينتظر في هذه الحالة إذا ما قرر أن يهجم علينا مرة أخرى فيروس كورونا مع بدايات فصل البرد هل تتوقع أن تختلف الأعراض هل لنا أن نهتم بأعراض دون غيرها رح يكون صعب جدا التشخيص إلا أن يكون لدينا فحوصات وهذه نقطة مهمة يعني بالنسبة كيف سيطرت السيطرة على الفيروس نفسه هو يجب أن يكون لدينا الفحوصات لكي نعرف بالضبط إذا هو الإنفلوانزا ويكون الكورونا لأن كل الفيروسات بشكل عام حتى إذا لم يكن الكوبيد 19 بس بالشهر بالشتاء بالفصل الشتاء يعني نفس تقريبا أعراض رح يكون مثل الإنفلوانزا الجواء اللي حضرتك اللي جابة على سؤالك مثل البقية لا نعرف بكل صراحة لأن هذا الفيروس يختلف ولكن من النظريات أو من الأبحاث يمكن كما تفضل الدكتور محمود بأنه المناعة الجسم يمكن يكون مجغول بفيروس الإنفلوانزا أو العكس الصحية فيمكن يكون هناك عراض بس باعتقادي ما رح يكون يعني عراض جديدة ومثل ما تفضل دكتور محمود يعني نعرف الكثير الكثير من عراض الفيروس فباعتقادي رح يكون مثل أي فيروس ثاني ولكن المريض نسبة الوافيات يمكن لأنه فيروسين والمناعة رح يكون مجغولة ويجب لدينا الفحوصات متوفرة بكل أنحاء العالم حتى نعملها ونعرف بالشكل الصحيح إذا هو كوفيد أو يكون انفلوانزا دكتور هافال سعدال المتخصص في الأمراض الصدرية والعناية المركزة من مدينة أوهايو الأمريكية ودكتور محمود حلبلب أستاذ علم الفيروسات من بيروت شكرا جزيلا لكم إلى هنا انتهت حلقة الليلة من مدار الغد وتابعتم فيها أردغان يهدد اليونان ومطالبات داخل الاتحاد الأوروبي بحزم أكبر في مواجهة تركيا شركات عالمية تعلق التجارب السريرية على لقاح الكورونا والمخاوف تتعاظم من الهجمة القادمة على رأس الساعة وقفة إخبارية على شاشة الغد فابقوا مع الغد اشتركوا في القناة